أهلا بكم شيع الأردنيون والرياضيون اليوم فقيدهم رئيس النادي الفيصلية الشيخ سلطان ماجد العدوان إلى مثواه الأخير في مقبرة الشونة الجنوبية ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله صدق الله العظيم برحيل الشيخ الجليل سلطان ماجد العدوان يكون الوطن قد فقد قامة من قاماته العالية وثنديانة عطيقة جذورها ضاربة في أعماق هذا الثرى الطهور وعلما من أعلام هذا الحمى العزيز وتكون الرياضة الأردنية عما قد خسرت واحدا من أعز رجالاتها وأبرز رعاتها وأخلص سدنتها حين غيب الموت وجه فارس أردني نشأ وترعرع في كنف أسرة عريقة تشرب منها لبان المرؤة والرجولة فغدا نسيج وحدة ومنظومة رائعة من القيم الرفيعة والسجاية الاجتماعية والسياسية على مستوى الوطن لقد أعطى هذا الشيخ الوقور من دوب نفسه وعصارة فكره وفيض محبته الكثير الكثير للرياضة والرياضيين ساعيا لأن تظل شعلة رياضة في بلدنا متوهجة وعنوانا للتميز والخلوق الرفيع لقد كانت رعايته للنادي الفيصل مصدرا مهما لإحداث نقلات نوعية عليه فبصماته ستظل بارزة وستبقى فاقعة قوية ليظل الفيصل رافعا رايات التميز وناطقا صادقا وممثلا أمينا للأردنيين على مختلف ساحات الوطن العربي بل والعالم بأسره رحم الله شيخنا الجليل وسلام عليه وسلام عليه هو وهو يصل الليل بالنهار للنهوض بالفيصلي وسلام عليه يعمل لإشاعة الوئام وقيم المحبة في أوساط مجتمعه وصادق لعزاء لأهله وهو يحنو على أبناء أسرته الرياضية وذويه ولكل محبيه وللأسرة الرياضية التي أحب وللوطن الذي فقد برحيله واحدا من رجالاته الأبرار الوقور وإلى جنات الخلق أيها الشيخ في الصياق ذاته حضر عدد من الشخصيات الرياضية تشييع الجثمان الشيخ سلطان ماجد العدوان عصر اليوم وأقدموا تعازيهم إلى ذوي فقيد الرياضة الأردنية والوطن فقيد ليس على مجال فقط الرياضة وإنما كمجتمع كامل نفتقد حكيم من حكماء الأردن ليس فقط في المجال الرياضي وإنما في جميع المجالات الله يرحمه وصبر أهله طبعا بالطبع للكرة الأردنية كلها الشيخ رحمة الله عليه كان بمقام الوالد والأخ والصديق والحبيب نحن بنعزي أسرة نادي الفيصل بنعزي عشيرة العدوان بنعزي أنفسنا أيضا لأنه الشيخ فقيد لكل الكرة الأردنية كان كريم بأخلاقه وكريم بكل شيء بكل ما أعطاه وأعطى للكرة الأردنية قدم الكثير لنادي الفيصل وأيضا للكرة الأردنية فهو فقيدنا كلنا وأنا بإسمي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدات وبإسم جماهير الوحدات بنعزي أخواننا جماهير نادي الفيصل ودارة نادي الفيصل وبنعزي أنفسنا أيضا لأنه الشيخ كان عزيز علينا كلنا فرحمة الله عليه وهذا سنة الحياة إنه لله وإنه إليه راجعه اليوم يوم حزين على الأردن بشكل العام فقدنا عمود من عبدتنا الأساسية الشيخ سلطان العدوان قدم للشباب الأردني وقدم للرياضة الأردنية رفع اسم الأردن عالي في جميع المحافل الدولية وكان أهم الوطن وكان أهم الشباب الأردني رحمة الله عليك يا أبو بكر أعتقد أنه كنت مقرب إذن سنوات طويلة وكنت قريب جدا من فكره وقريب من مسيرته ومن الرؤية تبعته شك وفقيد للوطن كامل وليس الرياضة الأردنية وأنا ارتبط أيضا مع علي الشيخ بالرياضة ارتبط بالنادي الفيصل اللي ارتبط بكرة القدم الأردنية لكن هو أيضا بعطاءاته كانت على مستوى مناحي الحياة فقيدنا غالي كبير علينا غالي على كل جماهير كرة القدم الأردنية غالي على جمهور الفيصري هو تاريخ الفيصري الكبير الحاضر اللي عشناه إحنا وشفناه أرجو من الله أنه يتم المحافظة على الفيصري لأنه الشيخ كان أهم وصايا أنه ندير بالنا على الفيصري ينضم إلينا مباشرة من بيت عزاء الشيخ سلطان العدوان في المدينة الرياضية في العاصمة عمان مراسلنا حسام نصار حسام الكلمة لك تفضل مساء الخير لكنديين مساء الخير لجماعة السادة المشاهدين كما ذكرت أنا متواجد في بيت عزاء معالي الشيخ سلطان العدوان رحمه الله فقيد الأمة فقيد الأردن فقيد الرياضة الأردنية فقيد كرة القدم الأردنية الجميع سيف تقدم علي الشيخ وكما ذكر في التقرير فهو فقيد لكل أركان اللعبة أنا متواجد الآن في بيت العزاء شخصيات رسمية ورياضية كبيرة تواجدت لتقديم واجب العزاء بالمرحوم معالي الشيخ سلطان العدوان وسيكون معنا سيد ثامر عدوان المدير الإداري للناد الفيسلي وابن أخو المرحوم بداية سيد ثامر تعزين الحارة لكم وعائلة العدوان يوم صعب على الأردنيين ليس فقط على العدوان أو على المقربين من أبا علي الشيخ في هذا اليوم الجلل ماذا يقول ثامر العدوان سيدي يمكن أنا بتكون شهادتي مجروحة أنا فقدت غير النعم والد إلي ناحية شخصية وأب للقبيل للعدوان ولأبناء العدوان هو شخصية سياسية وشخصية قدمت للكرة الأردنية وقدمت للوطن إن كان في عمله السياسي إن كان في مجلس النواب أو كوزير أو خلال ترأسه للإتحاد الأردني لقرة القدم ورئاسه للنادي الفيسلي اللي حصد مع النادي الفيسلي إنجازات وأوصل للكرة الأردنية للمحافلة العربية والآسيوية فقدنا أغلى الرجال وسيد الرجال يعني مبارح بالليل أولنا أطلعنا من عندهم من العيسيو قال خلاص تركوني داروا حنام وعلى واحدة بلغونا أنه لازم نيجي على المستشفى لكن مشيئة الله عز وجل اختاره إلى جواره نتمنى له الرحمة ونقول له يبا راح نشتهق لك كثير خسارة لنا وخسارة للأردن وخسارة للجميع نتمنى له الرحمة مو سهل علينا نقصر الرجل بقيمة عمي سلطان ما بتكلم بعاطفة العم فقط بتكلم بعاطفة رأس الهرم في النادي الفيصلي شخصية أحبها الجميع ما اختلف مع أشخاص إلا على محبة الوطن محبة الوطن كانت عنده أساس أتمنى له الرحمة رحمة نقدر مشاعرك اليوم يعني هذه مشاعر ليست فقط لثامر عدوان هي لجمع الأردنيين معالي الشيخ كان له رسالة واضحة من طول السنوات رسالة إيجابية رسالة تنافسية شريفة اليوم كادرت النادي الفيصلي هل ستواصل هذه الرسالة حتى يكون معالي الشيخ مطمئن وهو في بين يدي الله يا سيدي البركة بكر نائب الرئيس وبكر هو ابنه ونجله وثقة الإدارة وثقة الجمهير والأجهزة الفنية والإدارية ببكر العدوان كنائب رئيس والآن أصبح بمثابة الرئيس النادي بعد وفاة انتقال عمي سلطان إلى جوار ربه النهج الذي اعتمده عمي سلطان في مسيرة الكروية في علاقاته مع جميع الأندية في علاقاته مع حتى الدول المجاورة الرياضية نهج واضح ما رح يتغير سياستنا واضحة التقارب من الجميع العمل مساواة واحدة مع الجميع على مسافة واحدة مع جميع الأندية رح ضمن بالقذراء الأيمن للاتحاد الأردني برئاس صاحب السمو الأمير علي بن الحسين وهذا ما كان يأكد عليه عمي سلطان دائما أنه الاتحاد الأردني والمنتخبات خط أحمر عنده وهم أولوية ورح نبقى على هذا النهج علاقتنا مع الأندية رح تبقى كما كانت ورح فكر عمي سلطان في تطوير الكرة الأردنية والنادي الفيصل والمحافظة على اسم النادي الفيصل النادي الفيصلية هذا قصة بالنسبة لنا ربينا عليه ما رح نخلف وعوده واللي وعدنايا عم يطلب منه يعني كل فوتي على المستشفى كان يقول كلمة إذا يومي تعابي يقول دير بالك على الفيصلية إذا صار بي يشي تاريخي لخمسين سنة هذا نادي وطن هذا نادي الجميع ورح ندير بالنا على الفيصلية شعرك وحمد شكرا على كلماتك إذا كانت هذه الأجواء في بيت أجر معالي الشيخ سلطان العدوان كان حديث لي السيد ثامر العدوان المدير الإداري للنادي الفيسري تعزين الحارة مرة أخرى لأسرة وعائلة العدوان بفقيد الوطن معالي الشيخ سلطان العدوان عبد الله كنديم وللزمنا في خصم الأخبار رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبرى والسلوان شكرا حسام نصار مراسل رؤية كنت معنا من بيت عزاء الشيخ سلطان العدوان رحمه الله وفي قبر آخر يلتقي فريقال أهل وكفريوب عند الساعة السابعة من مساء يوم غد في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب في المباراة الفاصلة لحسم هوية بطل الدور الممتاز لكرة السلة وتتضح هوية الفريق البطل يوم غد حيث تعتبر المباراة التي ستجمع الفريقين هي الخامسة والحاسمة في الدور النهائي ولعب الفريقان في الدور النهائي حتى الآن أربع مباريات تقاسما الفوز فيها ليتم اللجوء للمباراة الفاصلة بعد أن فرض الأهل الفوز في مباراة أمس على كفريوبا بنتيجة 79 نقطة إلى 74 أعلن جينارو قاتوزو مدرب ميلان خلال مؤتمر صحفي إنه لا توجد لديه أي نية للتفريط في المهاجم الأرجنتيني بأي شكل من الأشكال وأضاف قاتوزو لا أعلم بوجود حركة على مستوى سوق الانتقالات فأنا لا أمر بوقت جيد ولا الفريق أيضا لكننا ما نزالوا نحتفل بالمركز الرابع في الدوري وجاءت تصريحة قاتوزو بعدما تردد في بعض وسائل الإعلام الإنجليزية والإيطالية حول نية إدارة الروزونيري الدخول في صفقة تبادلية مع تشيلسي من أجل الحصول على ألفارو موراتا مقابل التخلي عنه قويين للبلوز ترجمة نانسي قنقر